عقيدة في مبنى صندوق تنمية المهارات في الإدارة العامة بالعاصمة المؤقتة عدل لقاء ضم مدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم ورئيس مبادرة الساعد للتنمية في حضر موت عمر الجيلاني ورئيس مؤسسة يد العطاء بعدا رينيا البغدادي لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين صندوق المؤسسة والمبادرة بحضر موت بما يسهم في خدمة المجتمع وسارض اللقاء تقريرا حول خطة عمل المؤسسة بعدا والمبادرة بحضر موت الجهود المبذولة في سبيل إنجاح مشاريع التطوع بشراكة مع الصندوق وأشادة داغم بما تقدمه المؤسسة والمبادرة من جهود في استغلال طاقات الشباب الإبداعية في المجالات المختلفة مؤكدا استعداد الصندوق توفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح المشاريع التنموية التي تستادف الشباب وتقديم فرص جديدة لتطوير قدراتهم